النهاردة اه ابو زيبي زي ما قلتلك سلطان بخ انتقل الى رفيق الاعلى وخليفة بخ انتقل الى رفيق الاعلى بس لسه موجود سلطان ده كان حاجة كبيرة اوي كان الممثل الخاص للشيخ زيت طور راح بقى مات اتدبح اه اتقتل الله ما نعرف لانك لا يمكن ان تصل الى معلومة في بلد مقفولة ما تعرفش ايه اللي حصل لا في تحقيق ولا في نيابة ولا في حاجة بيقول لك الامارات مية خمسة وعشرين الف سنة موجودة تصدق? انت مش مصدق قولي ايه انا مصدق الامارات عاملة فيلم وجايبين ناس من هلويودي يتكلموا على ان تاريخها ممتد لمية خمسة وعشرين الف سنة يعني قبل مصر بكم سنة مصر ده تلاف سبع تلاف سبع من مية خمسة وعشرين الف تلاو كم ده قبل خلق البشر بقى يبدو ده قبل خلق ادم كم يعني فيه فرق السرعات ما بيننا وبينهم مية وطمانتاشر الف سنة المعلومات اللي عندي انها متاساسة سنة الف تسعمائة وعلى سبعين صح? بس تلاقوا حفريات دقوا حاجات ويتلاقوا رمسيس لما هرب من مصر كان هناك راح هناك حاجة كده معرفش ليه الناس بتلح على انها تصنع تاريخ مزيف يا ابني ممكن تبقى دولة حديثة امريكا عمرها تلتمائة ربعمائة سنة عادي في دول مكادش موجودة على الخريطة اتحاملت بعد الحرب العالمية التانية عادي ما فياش حاجة يعني مش مش مشكلة قوي يعني الاحساس بالنقص ما يدفعكش نكتولي كان فيه حفرية هنا ايوه واتلاقينا حفرية لتسيد المسيح وحفرية سيدنا موسى وكأن كل الانبياء تولدوا فين في الامارات امارة عليه وكان فيه حتة اسمان امارات ده ساحل يومانيا يبني كله لكن مع ذلك الصراع موجود وفي ابو صبي او الامارات امارات الموت دي كلها ده مش جديد الراجل ده كان هو ممثلا للرئيس اللي هو خليفة او رئيس الدولة رئيس دائرة الاشغال اه عضو المجلس اعلى البترول اه مش عارف عمل الادارة بتاعت السقافة والااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كان بيحب الصيد وصيد الصقور حاجة كده يعني جميل وبعدين اه قال لك عمره اربعة وستين سنة بس يعيني ورئيس الدولة نعاه ومحمد بنزايد قال لك فقدت اليوم اخي وعضيضي احد رجالات الدولة الاوفياء اه دولة ايه مش مشكلة ونكسوه الاعلام الله يرحم الجميع بقى مين بقى اللي ماتوا يا عم وريني كده بعد ازنها لك في سنة 1793 يعني من 200 سنة تقريبا كان هات اللوحة ده بيقولك دي تاريخ السراعات مكانش فيه يعمها امارات حط بقى اللوحة كده الشيخ دياب بن عيسى يقتل على يد اخيه على يد اخيه هزاع بن اه هزاع على يد اخيه سقر بن زايد في الف الف سوERE ثم ineثمانية وعشرين الشيخ سقر بن زايد بيقتل على اخه خليفة بن زايد في ستة وستين اه الشيخ شخبوت ابن سلطان يسقط بالقلام على يد اخيه الشيخ زايد بن سلطان. في ستة وستين اخرون اوربدا الشيخ زايد بن سلطان والنهايان توفي وافاة طبيعية سنة ستة الفين واربعة الشيخ زايد الشيخ خليفة تولى في الفين واربعة وبعدين لحد سنة الفين سبعتاشر ما حدش بيسمح عنه قام بقتل اخيه ناصر بن زايد ده مين محمد اه قدامك هو سنة الفين وثمانين وقاتل اخوه احمد تيارة شراعية الفين و ايه وعشر وقاتل اخو سلطان او اخو سلطان مات من الخضة انا ما ليش دقوا بالكلام وطبعا انقلابات 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 واللي بيحكم الامارات زي ما انا عرضتلك لوحة في سنة الفين وسبعتاشر خليفة ما بيحكمش محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي وليس رئيس الوزراء وليس نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الدولة ومحمد بن راشد المكتوم واحتمال محمد يحصله تعالي احتمال احتمال ويقوم جيش من ابو ظبي باحتلال مين دبي ونخلص من الليلة ويعلن ترسيم سجل علي يا تاريخ معايا تاريخ ويعلن ترسيم محمد بن زايد رئيسا لدولة الامارات لانه في اليوم اللي هيموت فيه محمد بن راشد هيموت فيه خليفة واللي اتنين ماتوا تاني عشان خاطر المخرج تاني يعني في الغالب محمد بن راشد بعد الازمة اللي حصلت مع زوجته اللي هي اخت الملك عبدالله بن الحسين ودي ساعدت فيها الامارات بشكل كبير في الغالب محمد بن راشد مش هولت انا تفتحيته ولكن يعني في ظل قرأتنا للتاريخ فيه صراعات كده وخليفة برضو هتجيله حاجة كده ويتوكل على الله ويتدقع على عرشها مين طبعا العرش والملك لله لكن ده التخطيط الشيطاني لولاد زايد يقعد ويقول لك عيال زايد عيال زايد في الاخر شوية تقتله وبيتلابوا الدنيا تعبين الدنيا تعبين الدنيا قوي زايد وسبعة تاشر الف سنة ومية سبعة وعشر الف سنة ارحمونا شوية يعني ارحمونا شوية احسن بعد كده يحصل صراع ما بين السعودية والامارات هو النبي محمد ولد في مكة ولا ولد في ابو زبي او في العين عليه الصلاة والسلام احتمال كبير جدا يطلعوا وثيقة ان كمان السيدة حليمة السعودية كانت جاية من هناك كده وايه اللي ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملاش اي ايه 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 لازم